السلام عليكم. سوف نرى تتهمة تصحيح الامتحار الوطني الموحد للبكالورية الدور العادية مدد العلم الفيزيائية وشعبات العلم الجنبية ومستقر العلم الحياة والأرض ومستقر العلم الزراعية وقناة ميل الأول على جوجة الاخمسة للنقاط عمر فرشنائية سوف نرى النص التمرين يوجد الكلور في الطبيعة في ثلاث مضائر الكلور 35-17 و الكلور 36-17 و الكلور 37-17 في المياه السطحية البحار المحيرات تجد الكلور 30 باستبرار ويمكن اعتبار نسبته ثابتة في هذه المياه بينما في حالة مياه الفرشات المائية لا يتجد الكلور 30 ويتناقصه ويتناقصه نسبته مع مرور الزمن عند المعطيات النواات أو الدقيقة يوجد الكلور 35-17 و الكلور 37-17 و الكلور 37-18 ثم القطلة بالوحدة ثم الثابتة الإشعية لكلور 30 ثم النواات لكلور 35-17 و الكلور 37-17 و الكلور 37-17 و الكلور 37-17 ثم السؤال 1. انقل إلى برقة التحقيقية و اكتب الحرف الموافق و اكتراح صحيح مكونات نوات الخلور 35-17 و الكلور 37-17 و الكلور 37-17 و الكلور 37-17 و الكلور 35-17 مكونات نواة خلور عدد البروتونات يساوي 17 ثم عدد النوترومات يساوي A ناقيس Z يساوي 35 ناقيس 17 يساوي 18 إذن الجواب والسؤال هو C ساوي 17 بروتونات ثم ننتقل إلى السؤال رقم 2 حدد معللا جوابك النواة الأكثر استقرار من بين خلور 35-17 و خلور 36-17 و خلور 37-17 إذن نعطينا طاقة الرابط بالنسبة لكل نواة النواة سؤال رقم 2 النواة الأكثر استقرار قو أعلى كل أن يساويивать طاقة الرابط بالنسبة لكل نواة إذن النمى الثالث هو 288.123 من قاعدة الثالث هو 306.756 المنسبة لكلور 37.3.3.8.5.680.317.016 بما أن المنسبة لكلور 37.3.7.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017. ثم ننتقل إلى السؤال الموالي ثم ننتقل إلى السؤال الموالي إشعاعي النشاط ويعطي خلال تفتتته نواة الأرقوم إذا اكتب معادة لتفتت نواة الكلور وتعرف على طراز هذا التفتت ثم 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 في كلور نحوال إلى الأرقوم إذا evolve الآن الآنين نتقدس ثم ننتقل إلى السؤال الثلاثة جوج أحسب بالوحدة الميجا إليكترون بولت أطلق المحررة أولي بغير قيمة مطلقة من الثلاثة أخذ التفضل الثلاثة الكلوخ ستة وثلاثة سؤال الثلاثة الثلاثة جوجو السؤال ثلاثة رفضل الثلاثة الزاح لدينا سؤال الثلاثة يساوي قيمة المطلقة دلتا ام إذن نحسب دلتا ام دلتا ام يساوي قتلة الأرجون ساعد قتلة الإلكترون نعقص قتلة الكلور ساعد قتلة الكلور ساعد الكلور سفر واحد وعشرين تمنتاش. واحد وعشرين تمنتاشة. واحد وعشرين تمنية وعشرين. واقمنوا. تساوي 0.0 جوج 1.8 مبارا 900 و 31.5 31.5 تساوي 0.0 جوج 1.0 ميجا إلكترون ورطة ثم ننتقل إلى السؤال الأخير إذا تحتوي عينة من مياه سطحية حجمها V على أن سفرنا من قلور 36 بينما تحتوي عينة من مياه فرشة المائية لها نفس الحجم V على 38% فقط من أعدد نواة الخلور 36 موجودة في المياه السطحية حدث بروح دا سنة عمر الفرشة المائية الآن سؤال الأخير أربعة أمر فرشة المائية أمر 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 يقوم بعمل فرش المائي 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 ستة تساوي 4200 سنة تقريبا هذه الفرشة المائية أو تساوي قريبا 4.6200 سنة تقريبا 5500 سنة